صباح الخير صباح جديد مشرك علينا مليان خير وامل وسعادة هنتكلم فيه النهاردة عن السعادة وازاي احقق السعادة في حياتي اولا السعادة ليها حوالي 3000 سبب او اكتر ولكن كل واحد بيبقى ليه سبب في السعادة تحضرني قصة كان حد اعرفه يعني زميلة في امتحاناتي كانت يعني بتحاول تسعى للنجاح ولكن حصل شيء غريب جدا ان حياتها كانت مليانة حاجات متنقضة يعني موجود التفاؤل وموجود الاحزان موجود الرضا وفي نفس الوقت بتسعى للسعادة كانت يعني عندها مشاكل الهدى كل تفكيرها ان هي نفسها تتطلع تخلص شهادتها عشان تفرح بعد كده انا عندي ابني في السنوية ونفسي يخلص عشان افرح في نفس الوقت انا نفسي احقق واحد اتنين تلاتة عشان خاطر انجح وابقى حلوة في حياتي وفي نفس الوقت انا عمال افكر طب وبعدين قعدنا منتظرين جات الامتحانات ابتدت تطبق دخلنا على الامتحان ونفاجأ ان شاقتها اتحرقت وجاية الامتحان برضو ولما جات الامتحان كانت اللي هي جماعة ادعولي انا شاقيت اتحرقت وبردو جيت الامتحان ومش عارفها اذاكر ازاي دخلت امتحنت وتلعت النتيجة وسقطت في 3 اربع مواد بسبب ان ما كانش فيه تطبيق وما كانتش مركزة على اللي هي ماشية فيه فبعد كده طب انت بتفكري يعني دلوقتي عايزة تنجحي ولا هتفكري في نجاح ابنك ولا هتفكري ان ابنك محتاج بعد ما ينجح يتجوز عشان تفرحي ولا بعد كده ده ما خلفش فهتحزاني فمحتاج يخلف عشان افرح وبعد كده ده انا بقيت جدة طب انا محتاج ان يعني اقعد العب مع العيال عشان افرح وبعد كده ابتدي ان ابني يشتغل شغل كويس عشان خاطر يكفي العيال احسن زروفه بقيت ديقة هتلاقي زروف 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 وتب انا بفرح امتى المفروض ساعاتي تكون دلوقتي دي كانت قصة حد شفته يعني قصة فعلية يعني لو اتكلمنا على السعادة السعادة بتيجي من طريق تفكيرنا يعني ما ينفعش ان انا اعطى افكر في مشكلات الماضي والقلم بتاعه والاسل اللي عاصرته في حياتي وابتدي ان انا افكر فيه واقعد زعلان عليه او ان انا افكر في المستقبل ابني هتجوز امتى انا هشتغل امتى انا هجيب ايه انا هتجوز ازاي انا هرتب حياتي ازاي وابتدي اللي انا اشغل نفسي بالمستقبل واسيب الحاضر بعض الناس بتقعد تجيب اللوم على الاخرين بس يجيب اللوم على الاخرين في اي مشكلة ما بيحلش المشكلة والشعور بالزنب برضو انتجاه حدث معين ما بيحلش برضو المشكلة طيب الحياة عشان اعيشها لازم اعيشها في الحاضر بتاعي استمتع بيه دلوقتي هاتوا طفل صغير واقعدوه في جنينة هتلاقوه ان هو كل اللي بيقعد يعمله بيتابح حركة النمل في الارض ومبسوط ادي له كيس حلويات شيبسي اي حاجة هيقعد ياكله فرحان هيجروا يلعبوا فرحان ولا بيفكر في بكرة ولا بيفكر في اللي فات حتى لو حد زعلان منه ويتخانق هو حد تاني من الاولاد وجي قاله انا مش عايزك تزعل منه يلا نلعب مع بعض هلعبوا مع بعض ونسي اللي حصل امبارح فمعنى كده ان ولا شغل نفسه باللي فات ولا شغل نفسه باللي جاي وشغل نفسه باللي بيحصل دلوقتي لازم نتعلم ان السعادة هي مش اللي بيحصل لنا من الظروف لكن هو رد فعلنا تجاه الظروف والاحداث اللي بتحدث في حياتنا يعني لو النهاردة انا اعتمدت ان الدنيا هي اللي هتفرحني وهي اللي هتساعدني والظروف اللي حوالي يبقى يا هستنى انا انجح يا هستنى انا ابني ينجح يا هستنى ابني يتجوز يا هستنى انا اخطب وتجوز يا اما جوز يتجوز علي ويجيب لي واحدة عشان لو واحد يفرح فطبعا دي كلها ايه يعني بندور على الاسباب المفرحة في الظروف لكن طبعا ممكن الظروف تيجي بمشاكل اكبر ان انا يعني اللي هي خلاص دي جاتني ضرة فهبقى برة والكلام والكلام اللي بيحصل فيعني الدنيا مش عادلة لكن ممكن اعتمد على مبدأ جديد هتعلمه دلوقتي معاكو ان لو الدنيا ديتني اللامون انا اعمل منه اللامون هذا يعني اول بند قلنا مفيش لوم على الاخرين ولا على الظروف رقم اتنين مشعرش بالزنب تجاه المشكلة رقم تلاتة هعيش الحاضر واستمتع بي دلوقتي مش هفكر في اللي فات وفكر في اللي جاي ورقم اربعة السعادة مش في اللي بيحصل لنا من الظروف لكن نظرتنا تجاه الظروف ورد فعلنا تجاه الاحداث فلو قلنا ان حدتنا اللامون احنا نعمل منه اللامون هذا اللي هو يعني استثمر المشكلة واطلع منها بالخبرة يعني فيه واحد ممكن يقع في مشكلة المشكلة دي تعلمه ايه؟ المشكلة دي تعلمه ان هو ازاي ينظر نظرة واقعية للحياة فيه واحد تاني تحصل له مشكلة يعاني يعني مثلا واحدة تطلقت تعاني من القلم وتعاني من الحصرة وبعد كده تروح تدور على ذاكاترة انا اتطلقت انا زعلت انا فقدت حياتي لانا عندي طفلين صغيرين طب وبعدين طب ما هي يمكن دي بداية حياة جديدة طب ما تشوفي انتي كان ايه اللي ناقص جوزك وانتي ما عملتهوش طب ما تشوفي اسلوبك شوفي اسلوبه شوفوا ايه بند المشكلة اللي حصل عشان نطلع منه بالدرس والنتيجة يبقى هنا الحياة كلها انا خسرت شغلي اعرف ايه السبب اللي خلاني خسرت فلوسي وخسرت شغلي فابتدي ادور هل انا كنت مصرف هل انا معقلتش القرارات اللي خدتها في حياتي في الشغل مثلا فابتدي الحياة ديتني اللمون اطلع منه بالتجربة النكحة والدرس المفيد طيب يبقى ده كده البند قلنا اللقوم مش هيفيد الشعور بالزنب مش هيفيد ومش يحل المشكلة رقم ثلاثة اعيش في الحاضر معيش في اللي فات او اللي جاي رقم اربع السعادة مش في اللي بيحصل لنا من الظروف لكن نظرتنا تجاه الظروف رقم خمسة اني لو ادتنا الدنيا اللمون احنا نعمل منه اللمونادة رقم ستة انت المسؤول عن سعادتك واختياراتك اللي بتبنيها بما تملكه في يدك يعني ايه يعني انا النهاردة بقعد اتطلع كتير على حاجات نفسي اعملها ومستنى ساعاتي مربوطة بيها بس انا ما معيش فلوس ان انا اسعد نفسي واروح مثلا شرم النهاردة اقعد مثلا اسبوع مثلا انا ومراتي وعيالي طيب انا النهاردة ما عنديش فلوس اطلع فرنسا مثلا اروح اقعد اسبوعين مثلا وارجع انا ما عنديش فلوس اللي انا اروح فندق مثلا خمس نجوم واصهر صهر واجي لكن دي كلها حاجات انا بتطلع عليها لكن مفيش في ايدي الفلوس كويس او الحاجة اللي املكها في ايدي طب ايه اللي املكه اللي املكه ممكن اقعد اعضى مع امراتي مثلا في البيت ومعايا شوية فشار وبطاطا مثلا ما شوية وقعدنا قدام فيلم ايه السلام يبقى دي حاجة في ايدي يبقى انا مسؤول عن ساعاتي باللي في ايدي مش باللي انا بتطلع عليه طيب انا ممكن ما معايش فلوس اقعد فرنسا خمس نجوم لكن معايا مثلا ان انا اخد مراتي ونطلع على نادي صغير على الكورنيش مثلا وناخد اتنين هات شوكلت مثلا ممكن اخد مراتي واطلع اتماشى شوية ممكن مثلا اقول لها تعالي نلعب رياضة شوية ونروح نشترك في جيم ماشي طيب ممكن اعمل حاجة تانية لو مفيش فلوس خالص اخدها اعزمها على علبتين كشري مثلا او اتنين حمص الشام او مثلا دورا ماشوي يعني ابسط الحلول اللي في ايدي تخليني اكون سعيد يعني ساعاتي دايما مش مربوطة بالحاجة اللي انا بتطلع عليها في الحياة ده انا نفسي اعمل واعمل واعمل لكن الساعة ده في ايدي دلوقتي انا معايا ايه عشر قروش يبقى هسعد نفسي بالعشر قروش اخد مراتي حتى لو تمشينا بالليل بس طلعنا جبنا الطلبات امسك ايدي في ايديها كده واخدها ونخش نجيب الطلبات بتاعتنا ايه المشكلة السعادة في الحاجات اللي انت بتبنيها من اللي بتملكها في ايدك طيب رقم سبعة السعادة في فكرك انت فما تخليش حد يفرد عليك افكارك بمعنى نيجي النهاردة بعض الامثال القديمة بتقولك ايه اربط الراجل بالعيال خلي الراجل يبقى قاعد كده والمسئولية فرقابته قد كده كل يوم ازربيله عيل عشان خاطر يبتدي ان هو ايه يقعد معاك مايفكرش في غيدك بس معنى كده ان انت ممكن جوزك يزهق من الحمل الشديد في الحالة دي هيبقى الواقع ايه هيبقى تعاسة والتعاسة هتصب عليك انت في فيتك طيب واحدة تقولك مثلا او واحد يقولك اتبح القطة لمراتك من الاول عشان خاطر تبقى خاتم في اصباعك وانت تمنع على جوزك عشان جوزك مثلا ايه يعني ينفذ لك كل طلباتك عايزة فلوس عايزة تخرجي عايزة كزا عايزة كزا ينفذ لك كل اللي انت عايزة طبعا التفكير ده تفكير مريض تفكير سيطرة لكن الفكرة كلها ساعدتك في افكارك انت ما تاخدش الكلام ده واتطبق وما تاخدش الكلام ده واتطبقي لكن التفكير اللي يهدم ما تطبقوش وما اخدش افكار من حد يفرض عليه وانفذك طيب رقم تمانية اكتبوا قريبا الحاجات دي عشان خاطر ايه تنفذها في حياتكو يعني رقم تمانية بتقول ان السعادة في تركيزك في تفكيرك على الافكار السعيدة يعني ما ترهقش نفسك وعقلك بالتفكير في الامور المزعجة ليه تسعين في المية من الحاجات اللي بتخوفك والاشياء المزعجة ما بيحصلش ليه لانه مش حقيقي لكن بيبقى جوة تفكيرك انت يبقى انا النهار ده عشان خاطر اعيش فرحان واعيش سعيد اي حاجة تزعجني ما افكرش فيها لكن افكر في الاشياء اللي هي بتجيب للفرحة كنت مرة شفت حد اعرفه يعني كان بياخد مراته الصبح الساعة خمسة الصبح ويطلعوا يجري حوالي ساعة ويرجعوا طبعا بالليل اخر النهار يروحوا اخدها ويطلعوا يتمشوا مجرد يشموا هوى نظيف وطبعا السعادة هنا في حاجات بسيطة هم فكروا فيها مع بعض لكن مش السعادة انه هو يفكر في المشاكل وهي يتفكر ده كان يوم هباب يوم ما تجوزتني او ياريتني كانت مراية الحب عامية والكلام اللي بيتقال ده دي كلها حاجات تدل على الانزعاج الشديد فيعني ما تخليش تفكيرك مليان بالامور المزعجة لكن فكروا في السعادة ايه الحاجات اللي انا هعملها النهار ده عشان اكون سعيد حطوا خطة كده مع بعض جيبوا كشكول وتكتبوا النهار ده عايزين نكون فرحانين بقى هنعمل واحد اتنين تلاتة هنعمل بتنجان مشوي مثلا وناكله طيب هنجيب كشري مثلا هردك النهار ده ونروح مثلا ناكل في الحتة الفوانية عند مامتك عند مامتي اه مش على سبيل التوفير يعني اه ممكن برضو نفكر في حتة ايه اه اخر الاسبوع حقدك ونروح مسلا وتمسك ايدك في ايديها كده وتروحوا تتمشوا مثلا وتبتدوا اللي انتو ايه تجيبوا طلبات بيتكو وفي نفس الوقت ايه نوع من المشاركة نوع من السعادة مش معنى ان هي ست يبقى هي تنزل تجيب كل حاجة لوحديها وانت قاعد سسايا لأ بتبقى العملية محتاجة ان هي ايه المشاركة فالمشاركة نوع من انواع الحاجات اللي بتسبب السعادة لان ممكن تيجي الست تاخد رأي جزء ايه رأيك في الحاجة الفوانية معلش والله انا مش فاضد لأك ممكن نتكلم بعدين طيب جيب بعدين وبرضو ما تكلمناش هتبتدي تنفر ايه القرف ده ايه العيشة دي هو انا كل ما اجا اتكلم معاك حتى مش بتشاركني بص التفكير فهنا المقصود انت خدت وقتك ترتاح شارك مراتك في الحاجات اللي بتحبها شاركها في ويهاتها وانت مثلا هي بتحب الافلام القديمة وانت بتحب الافلام الحديثة دوروا على حاجة مناسبة مع بعض اعوضوا يعني اشتركوا فيها مع بعض كان في حد يعني حكا لي قصة غريبة كده ان هو ايه يعني الزوج من النوع اللي هو بيحب يتفرج على الافلام وكده فكان يعني كانت هويته المفضلة يعمل ليه لسنة بطاطس وتعالي نقعد وناكل ونقعد نتفرج على الافلام يعني فطبعا كانت بتبدأ جدا يعني يعني افلام قديمة او بطاطس ايه يعني ايه انا احب الخروج احب التنزه احب اعطي جنينة احب بقى الف اروح المول قلت له يا ست مرة بطاطس ومرة يبقى ايه عبارة عن الولف شار كده مثلا وحاولوا توجدوا فيلم يسبب السعادة ليه كنتم الاتنين مش لازم ليه هو الواحده يعني ويعني شوفوا حاجة مشتركة اعملوها مع بعض تسبب لكم السعادة ده كان التفكير يبقى التركيز في التفكير على الافكار السعيدة والمشاركة طيب رقم تسعة خلي بالك ان عقلك ده معالج للحاجات اللي بتدخلها له فعندنا مدخلات بيانات زي عينيك زي ودانك فخليك وبرضو اللمسات اللمسات دي من المدخلات هنتكلم على الحاجات دي للحلقة الجاية فمن دمن الحاجات اللي هي بتولد الافكار العقل والعقل بينفعل مع القلب وينفعل مع العين والأذن فطبعا النهاردة لازم تعرف انت بتدخل لعقلك ايه ايه الافكار اللي انت بتدخلها له لان الافكار اللي هتتولد في عقلك هتطلع عليها نتاج والنتاج دي هتستقر جواك ويترى انت عايز حياتك تكون سعيدة دخل حاجات سعيدة لعقلك هتكون فرحان عايز تكون حياتك تعيسة فكر في المشاكل طيب بعض الناس بتبقى عندها قوة للسعادة بس الفكرة كلها مش عارفة تسعد نفسها ازاي القوة اللي جواك ديت لازم ان انت تبدأها من النهاردة من النهاردة تفكر انا عايز اسعد نفسي ابدأ دلوقت هسعد نفسي ازاي هتبدأ من دلوقتي تحط ثلاثة اسباب في اليوم على الاقل تسعد نفسك ممكن اشتري شكولاتاية مثلا واقعد كده فرقني في البيت هادي وابتدي اللي انا اعمل ايه اقعد بس كده استمتع بالشوكولاتاية اغمد عيني كده واعيش في يعني في وادي تاني بحتة الشوكولاتا دي طيب ممكن مثلا اه يعني الهدايا لو انا مثلا بفكر في جودي اروح جايب له مثلا ايه جايب قاله حتة اه تي شيرت مثلا حلوة قوي هيفرح بيه قوي اه يعني في حاجات كده بتولد يعني السعادة عند الشخص من دمنها برضو يعني قلنا التفكير من دمنها برضو الاهتمام بالاخر والتفكير في الاخر خد بالك ان انت عندك او انت عندك قوة هائلة تقدر تستخدمها بس الفكرة كلها لو استخدمتها صح هتولد في حياتك حاجات صح وحياتك هتبقى جميلة وسعيدة ولو استخدمت القوة دي غلط هتكون نتيجة افكارك اللي انت كونتها بنفسك عشان كده ما تفكرش في الاحزان ما تفكرش في المشاكل لكن فكر ازاي تكون سعيد وفرحان وانت بتجذب لنفسك الاشياء اللي بتحملها في عقلك فالنهاردة حط في فيالك شيء مهم ان انت دايما بحتاج تكون فرحان علشان نفسك قبل ما تكون علشان الاخرين لو انت مش فرحان عمرك ما هتعرف تدي الفرحة لمراتك ولا لعيالك لو انت غضوب هتبقى دايما بتصب الغضب على مراتك واللوم والاهانة والشتائم وهترجع هتلاقي نفس اللوم والاهانة والشتائم بيبقى في وشك طبعا النهاردة هتبقى الحياة كئيبة ومملة يبقى انا محتاج اكون فرحان في حياتي يبقى اسعد اللي حوالي واسعد نفسي رقم واحد وادور على الامور اللي بتخليني فرحان زي ما قلنا هنجيب اجنتة ونكتب حاجتين اول حاجة تلات اسباب للفرحة والسعادة هنفزهم في يومي وتاني حاجة هكتب ما اشعر به والسبب اول حاجة ما اشعر به انا حاسس اني زعلان طيب ده اول يوم تاني حاجة في اليوم فرحان عشان واحد اتنين ثلاثة مبسوط قوي وبتنطط من الفرحة عشان واحد اتنين ثلاثة هكرر الموضوع ده لمدة اسبوع اتنين ثلاثة وبعد كده اخر الشهر ابتدي اقيم انا زعلت كم مرة عشر تيام طيب زعلت كم اسبوع على مدار السنة طب في رحة قد ايه ايه الاسباب اللي زعلتني وايه الاسباب اللي فرحتني وابتدي اعمل كده استاتيكس اللي هي احصائية اشوف فيها انا كم مرة كنت زعلان وكم مرة الحياة لطميتني وكم مرة اتغلبت على الظروف وكنت فرحان وايه اسباب فرحتي لو مراتي اسباب فرحتي يا سلام ده انا بص ايدي ويشو ده وابقى فرحان ان ربنا رزقني بحد كوي السبب فرحتي في حياتي طيب لو انا مراتي سبب النكد يبقى اعرف ايه السبب في النكد يقال والله اعلم ان الحياة مش سعيدة على طول ولكن الحياة طبعا بتفرق بطريقتك انت في تفكيرك فلو انت عايز مراتك وحياتك تبقى سعيدة لازم بتصب السعادة لو انت عايز الحياة دايما مقرفة انت برضو هيبقى كله في ايدك فالافكار اللي بتنجذب لحياتك كل دي من اشياء انت بتحملها في عقلك اخر حاجة عايز اكلمكو عليها وهي ان عقلك هو المسؤول على النتائج فانت عندك قوتك الفكرية سخر قوتك الفكرية في الكويس وما تسخرش قوتك الفكرية في الحاجات اللي تؤذيك دي رقم واحد انا عايز لما افكر وخلاص سخرت قوت الفكرية في الحاجات الكويسة زي شو لي او ان انا اكون سعيدة او كده ابتدي اطبق يبقى هنا الحياة اللي انا بفكر فيها دي تلازم تتطبق على ارض الواقع عايز اكون سعيد واسعد ميراتي واسعد عيالي ابتدي على ارض الواقع اخضهم ويلا نخرج اخضهم ويلا ناكل مع بعض اخضهم ويلا نلعب مع بعض في البيت المشاركة هنا يبقى انا هنا طبقت يبقى لازم اعمل بعد التفكير الممارسة لازم تكون ممارسة مستمرة يعني ممكن واحد يتأثر بالكلمة قوي وبعد ما يتأثر ياخد مراته ويخرج مرة يروح يزور اهلها مرة وبعد كده يلعب مع مراته شوية ياخد عياله ويفسحهم ويجيب لهم كشري ومعرفش ملاهي وحاجات من دي وبعد كده خلاص اسبوعه الموضوعه خلاص اتناسها وما شغل الحياة والدنيا طب وبعدين مع حياتك كده يعني عايز استمرار في اللي انت بتعمله مش هفكره بس ومش هنفذ مرة بس ده انا عايز ممارسة مستمرة فخلاص انا همارس اللي انا بعمله ده هطبق السعادة في حياتي كمبدأ بالاجنتة زي ما قلت كل يوم احط 3 بنود مثلا على الاقل انافذهم يبقى 3 بنود دول كل يوم اعملهم بند واحد ومستمر احسن من 10 بنود وما فيش اي تطبيق غير مرة واحدة مثلا يبقى هنا بعد التفكير الممارسة المستمرة والممارسة بتوصلني للاتقان يعني التطبيق اللي انا دوت بطبقه بيوصلني للاتقان فاهم شيء اركز على اللي انا عايزه شوف عايز ايه في حياتك شوف يمحتاجه ايه في حياتيك ودوروا على الشيء دوت وركزوا عليه اولا بالتفكير ثانيا بالتطبيق والممارسة المستمرة دي كانت حلقة النهاردة اللي كلمتوكو فيها عن خطوات للسعادة زي تطبقوا السعادة في خطوات بسيطة اتمنى يا رب تكون سهلة الوصفة وهي بسيطة وتكون تطبيقها يعني متميز في حياتكو وان شاء الله بكرة هنتكلم عن حاجة جديدة يا رب يدينا العمر واتمنى لكم يوم سعيد وفرح وحياة جميلة ان شاء الله ونشوفكم الحلقة الجاية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة